يبدو أن موسم التمور لهذا العام لم يحمل معه ما يسر الفلاحين وأصحاب البساتين فانخفاض الأسعار وقلة الطلب وتصنيف أنواع التمور إلى درجات حسب مواصفات معينة أسباب دفعتهم إلى بيع محصولهم لتزديد تكاليف إنتاجه التي زادت على وارداته وبفارق كبير في الكثير من الأحيان أول ما تبدو أن تطلع وتلقيه بثنين ونصب وبعدين نعكسون هنا بثلاثة آلاف ونقصهم عمال وهاي ما تصرف الشغل حين تعبان شغلة التمر السنة الزراع العراقية حسب تقديري وإستنباط الوضع الجاي نحو الأسوأ وهذه الحكومة ما تدعم هنا هائيا عدم تبني جهات الحكومية المعلية لسياسة اقتصادية واضحة بالإضافة إلى قلة مصانع التعليب الخاصة بالتمور جعلت التجارة يسيطرون على الأسعار أما الجنبة الإيجابية فهي إنشاء بعض التجار لمصانع صغيرة وفرت فرص عمل للعديد من العاطلين فيما طالب أخرون بتسهيل إجراءات تصدير التمور العراقية إلى الخارج الدولة أقصار سنتيا لا تستلم التمور بأي أنواحها الدولة لا توفر غطاء للتاجر كحماية للتصدير للبضاعتها هي تأخذ من عندها توجد عندنا ماركات مسجلة لتعليب التمور على حسابنا الخاص تصدر هذه البضاعة عن طريق دبي لصين، لباكستان، للهند، لجميع دول العالم بالنسبة للواقع الزراعي عندنا بالعراق لا يوجد تخطيط ورؤية استراتيجية لهذا المنتوج بالنسبة للتمور تدني أسعار التمور وبحسب لجنة الزراعة بمجلس محافظة كربلاء تتحمله وزارتاء الزراعة والتجارة بسبب افتقارهما للتخطيط والتسويق بالإضافة إلى تجاهل الوزارتين لمخاطبات الحكومات المحلية بما يتعلق بالمبادرة الزراعية هناك مشاكل إدارية في التسويق تخص وزارة الزراعة ووزارة التجارة نطلب أن يكون لمجلس الوزراء والسيد الرئيس الوزراء وقف جادة في دعم الفلاح إذن خسائر مالية إضافة إلى ضياع جهد عامل كامل للفلاحين والسبب كما يبدو غياب التخطيط الحكومي لاستثمار المنتوجات المحلية لا سيام التمور بوصفها ثروة وطنية يمكن أن تعود بأرباح مالية كبيرة لموازنة الدولة إذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح من كربلاء ميثم الجناحي الحرة